بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نتابع سلسلة من القصص أو من قصص الأئمة الأربعة الصالحين سيرة اليوم هي سيرة الإمام أحمد بن حنبل في تاريخ الإسلام برزت شخصيات عظيمة تميزت بالعلم والتقوى والجهاد في سبيل الحفاظ على العقيدة الإسلامية الصحيحة ومن هؤلاء الأعلام الإمام أحمد بن حنبل الذي يعتبر أحد أبرز أئمة الإسلام وأحد مؤسسي المذاهب الفقهية الأربعة كان الإمام أحمد رمزاً للثبات على الحق وعاش حياة مليئة بالتحديات والمحن التي لم تبعد عوان التمسك بمبادئه في هذا الفيديو إن شاء الله سنستعرض سيرة الإمام أحمد بن حنبل بتفصيل شامل مع تسليط الطوء على حياته، علمه، محنه وأثره في العالم الإسلامي ولد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في مدينة بغداد عام 164 هجرية 780 ميلادية نشأ في كنف والدته بعد وفاة والده وهو في سن صغيرة كانت نشأته في بيئة علمية ودينية مما ساعد على تشكيل شخصيته العلمية المبكرة منظر صغره أظهر أحمد اهتماماً كبيراً بالعلم والدين وبدأ في طلب العلم وهو في سن مبكرة جدا في سن الخامسة عشر بدأ الإمام أحمد رحلاته العلمية بحثاً عن المعرفة سافر إلى مختلف المدن الإسلامية مثل مكة والمدينة الكوفة والبصرة واليمن لطلب الحديث واتفقه على يد العلماء المشهورين في عصره كان الإمام أحمد معروفاً بشغفه الكبير لتحصيل العلم ولم يكن يتردد في السفر الطويل والشاق للاستفادة من كبار العلماء هذه الرحلات جعلته من بين أكثر العلماء دراية بأحوال الحديث ورواياته من هم شيوخه وثلاميذه من أبرز الشيوخ الذين تتلمد عليهم الإمام أحمد الإمام الشافعي الذي تأثر به كثيراً في جوانب الفقه وكذلك عبد الرزاق الصنعاني ويحيى بن معين الذين كانوا من كبار محدث عصرهم الإمام أحمد تعلم من هؤلاء العلماء منهجية علمية قوية في مجال الفقه والحديث كما تتلمذى على يديه العديد من العلماء الذين أصبحوا فيما بعد من كبار الأئمة والمحدثين مثل البخاري ومسلم وأبو داود الذين نقلوا علمه تلاميذه كانوا يلجأون إليه في الفقه والعقيدة وكان يعتبر مرجعاً رئيسياً في قضايا الشريخ ما هو منهجه العلمي؟ كان الإمام أحمد يعرف بتمسكه الصارم بالكتاب والسنة وقد جعل القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدرين الرئيسيين في استنباط الأحكام الفقهية رفد بشدة إدخال الرأي الشخصي أو الفلسفة في الفقه وكان يرى أن اتباع الأحاديث النبوية الصحيحة هو السبيل الوحيد لتجنب الانحرافات لهذا السبب ركز الإمام أحمد كثيراً على علم الحديث وكان حريصاً على تحصيل الأحاديث الصحيحة فقط من الأمور التي تميز بها الإمام أحمد بن حنبل عن غيره من العلماء عدم تأثره بالضغوطات السياسية أو الاجتماعية كان مبدأه أن العلم والفقه يجب أن يكون مستقلين تماماً عن تدخل الحكام أو السلطات وهذا ما جعله يتخذ مواقف حازمة تجاه السلطة في بعض الأحيان الآن نرى محنة خلق القرآن هذه المحنة أحد أهم الأحداث التي أثرت على حياة الإمام أحمد بن حنبل وكانت بمثابة اختبار حقيقي لتباته على الحق هو ما يعرف بمحنة خلق القرآن في أصر الخليفة العباس المأمون ظهر تيار فكري يدعو إلى القول بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله الأزلي حاول المأمون فرض هذه العقيدة على العلماء والشعب وأمر بامتحان العلماء وإجبارهم على قبول هذا القول عندما عرض الإمام أحمد على هذه المحنة رفض بشدة القول بأن القرآن مخلوق وأصر على أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق هذا الموقف الشجاع جعل الإمام أحمد يتعرض للسجن والتعذيب في زمن الخليفة المعتصم حيث تعرض للضرب والجلد بشدة ومع ذلك ظل ثابتا على موقفه ولم يتراجع عن الحق استمرت المحنة بفترة طويلة ولم يفرج عن الإمام أحمد إلا بعد وفاة المعتصم وتولي الخليفة المتوكل الذي أعاد الأمور إلى نصابها وألغى القول بخلق القرآن محنة الإمام أحمد بن حنبل أصبحت رمزا للصمود والثبات على المبادئ رغم الضغطات مؤلفاته وأثره العلمي برغم المحن التي مر بها استطاع الإمام أحمد أن يترك إرثا علميا كبيرا من أبرز مؤلفاته مسنة الإمام أحمد الذي يعد من أكبر وأشهر كتب الحديث في الإسلام ويضم آلاف الأحاديث النبوية التي جمعها الإمام أحمد خلال رحلاته العلمية هذا الكتاب يعتبر مرجعا عاما في علم الحديث ولا يزال يدرس ويعتمد عليه حتى اليوم إلى جانب المسند كان للإمام أحمد آراء فقهية ورسائل في التفسير والعقيدة كما جمع تلاميذه أقواله وفتاويه في كتب أخرى هذا الإرث جعل المذهب الحنبلي واحدا من المذاهب الفقهية الأربع الكبرى في الإسلام حيث يعتمد عليه في الفقه الإسلامي حتى يومنا هذا وفاثه وإرثه في عام 141 هجرية 855 ميلادية توفي الإمام أحمد بن حنبل بعد حياة مليئة بالعطاء العلمي والجهاد في سبيل الحق كانت جنازته حذة كبيرا في بغداد حيث حضر الآلاف من الناس لتشييع جنازته مما يعكس مكانته الكبيرة في قلوب المسلمين إرث الإمام أحمد بن حنبل لم يكن مجرد كتب وأقوال فقهية بل كان رمزا لصمود العلماء أمام السلطات الظالمة وثباتهم على المبادئ قصته تلهم الأجيال اللاحقة لتقدير العلم والعلماء والتمسك بالعقيدة مهما كانت التحديات في نهاية هذا الفيديو أحبابي في الله يمكننا أن نستخلص من سيرة الإمام أحمد بن حنبل ذروس عظيمة في الثبات على الحق والتمسك بالكتاب والسنة وكذلك في الصمود أمام الفتن والضغوطات الإمام أحمد ليس فقط رمزا للفقه والعلم بل هو أيضا نموذج يحتدى به في الشجاع والإصرار على المبادئ نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بديننا وأن يلهمنا السير على خطاع علماء الأمة العظمى إلى هنا أترككم أحبابي في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته